إغلاق فيدرالي للإدارات الأمريكية بات شبحه يلوح في الأفق بعد أيام إغلاق يسابق الكونغرس الزمن لتجنبه من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة والدفاع والمساعدات فالعمل بالميزانية الحالية ينتهي يوم الحادي عشر من الشهر الجاري ولتجنب حالة الإغلاق يمكن للكونغرس اتخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون مؤقت لبضعة أيام خطوة من شأنها إتاحة بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق سنوي واسع يتعلق بقانون موازنة العام المقبل وهو السيناريو يبدو محتملا بالنظر إلى رغبة الجمهوريين والديمقراطيين في أن يكون هذا القانون مشتملا على الإجراءات المقبلة المتعلقة بالمساعدة الاقتصادية للتعامل مع وباء كورونا وهو موضوع ما زال محل خلاف بين الطرفين ويخضع لمفاوضات شقة مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين اقترحوا خطة مساعدات للأمريكيين بقيمة 908 ملاير دولار اقتراح وافقت عليه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي كأساس للتفاوض على النص النهائي لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ والرئيس دونالد ترامب الذي قاربت ولايته على النهاية ما زال لم يوضح موقفهما بعد اما فيما يتعلق بميزانية الدفاع فقد توصل الديمقراطيون والجمهوريون الى توافق على مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار توافق يهدد ترامب باسقاطه باستخدام حق النقضة فهو يطالب بإلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده مقابل تمريره لموازنة الدفاع امر يعارضه فيه حتى النواب الجمهوريون ويؤكدون ان لدى الكونغرس الاصوات اللازمة لتجاوز حق ترامب في النقضة